أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له ليخلفه حسن نصر الله الذي اغتلته إسرائيل في سمتمر الماضي بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إن اختيار نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله هو اختيار مؤقت ليس لفترة طويلة على حد قوله بينما قال وزير الطاقة الإسرائيلية إلي كوهين إن كل من يقف على رأس حزب الله هو هدف للاغتيال هذا ويشغل قاسم منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991